استطاعت حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن تحقق العديد من النجاحات في سنة 2016 في كافة المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ أمير الإنسانية والوفاء رجل الدولة ومهندس الإنجازات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الذي أتاد أهل البحرين على أيديه البيضاء التي لا تنقطع عن فعل الخيرات والعطاء ومواقفه الإنسانية النبيلة التي يجدها كل ذي حاجة وشدة وذائقة وتصديه للمشكلات التي تواجه عامة الناس أينما كانوا إنجازات سمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة تتحدث عن نفسها فعام 2016 كان حافلا بها فقد تفضل السمو بوضع حجر الأساس لمبنى جديد لمطار البحرين الدولي يستوعب 14 مليون مسافر سنويا ويعتبر هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ الطيران المدني في مملكة البحرين وهو واحد من مشاريع تنموية كبرى سوف تشهد المملكة إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار لدفع جهود التنمية الاقتصادية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ولتعزيز مكانة البحرين اقتصاديا وسياحيا وزيادة قدرتها التنفسية كمركز متميز للخدمات اللوجستية في المنطقة وفي إطار حرص سمو رئيس الوزراء على دعم الإعلام والصحافة البحرينية دشن سموه المشاريع الجديدة الخاصة بتطوير تلفزيون البحرين ومركز الأخبار ومركز الاتصال الوطني حيث عبر سموه على الاعتزاز والفخر بقوة الإعلام والصحافة البحرينية والثقة في قدرتهما على حماية البحرين من أعداء نجاحها وفي نقل صورة الواقع الحقيقي لها للعالم وفي التصدي لحاملات وهجمات الكذب والتضليل الموجه للانتقاس والتقليل من حجم المنجزات الوطنية والسياسية والديمقراطية والحقوقية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة تجلى ذلك أيضا في رعاية سموه الكريمة لاحتفال يوم الصحافة البحرينية حيث أكد سموه أن التكريم الصحفيين غيض من فيض عطائهم من أجل الوطن الذي سيظل دوما يذكر دورهم النبيل ورسالتهم السامية في بناء نهضته والدفاع عنه وإيمانا من سمو رئيس الوزراء بأن البنية التحتية لها دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني دشن سموه مشروع بكلفة 280 مليون دينار لتطوير شبكة نقل الكهرباء في البحرين تشمل المرحلة الأولى منه على بناء ثلاث محطات نقل كهرباء في الحد وأم الحصم والرفاع بجهد 400 كيلو فولت والربط بينها ووجه سموه بأن يتم الانتهاء من هذا المشروع في الفترة الزمنية المقررة له وهو ديسمبر من العام 2017 لا يكاد يخلو مفصل مهم من مفاصل الحياة في مملكة البحرين سواء كان على صعيد الإسكان أو الصحة أو التعليم وغيرها الكثير إلا ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بصمة يشهد بها القاسي قبل الداني كل ذلك تجسد من خلال ترأس سموه لجلسات مجلس الوزراء الموقر الأسبوعية والتي نمت عنها أبرز القرارات للعام 2016 كانت كافلة بأن تبرز رسالة المجلس التي تأتي انطلاقا من قاعدة أساسية هي أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها وكان عام 2016 مواصلة لنهج سموه في التواصل مع أفراد الشعب وكافة الفعاليات فكان مجلس السموه مفتوحا أمام المواطنين حيث كان يتوسط فيه المواطنين ويتوجه بالنصح بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن من جميع النواحي وعلى مختلف الأصعدة في الصحة والمشروعات التنموية ولا ننسى توجيهات سموه بمواصلة تلبية احتياجات المناطق المختلفة في البلاد من المشاريع والبرامج الإسكانية بالشكل الذي يحقق رغبات الأهالي فيها من الخدمات الإسكانية وفقا للمعايير المعتمدة جسدت زيارات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان إلى العديد من المجالس الرمضانية في مملكة البحرين مدى ما يوليه سموه من حرص على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم والاستماع إليهم واستمرارا لنهج أصيل في التواصل بين القيادة والشعب بروح الأسرة الواحدة ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بصمة لا تنسى في إطار تعزيز العلاقات والارتقاء بالتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ولعل أبرزها في عام 2016 كانت زيارته الأخوية للشقيقة المملكة العربية السعودية ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وخلال اللقاء أكد سمو رئيس الوزراء أن المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين باتت الحصن الشامخ للعروبة والحاضن لكل ما فيه عزة وكرامة العرب والمسلمين وزيادة وحدتهم وتكريس وجودهم كقوة عالمية لها ثقلها السياسي والاقتصادي وفي المحيط الخليجي أيضا زيارته الأخوية إلى دولة الكويت الشقيقة بعث خلالها عدد من الموضوعات التي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بالتعاون أثنائي بين البلدين وفي إطار مشاركة صاحب السمو الملكي في المحافل الدولية والعالمية شارك سموه ممثلا عن جلالة الملك المفدة في أعمال مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الأسوي التي استضافتها العاصمة التايلندية بنكوك بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول الأضاء وفي إطار قناعة سموه حفظه الله بأن شعوب المنطقة هي شعوب محبة للعيش بتناغم وسلام وتقبل التعايش مع الآخر في ود ووئام استقبل سموه عمدة مدينة هيوستن الأمريكية السيد سيلفستر تورنر حيث أعرب سمو رئيس الوزراء عن الأمل في أن تزداد العلاقات البحرينية الأمريكية قوة ورسوخا في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة فيما أشاد العمدة بإنجازات سمو رئيس الوزراء الرائدة في كل مجال والتي باتت تساطر تاريخ نهضة البحرين والزهارها وفي الإطار نفسه استقبل سموه الوفد البرلماني البريطاني حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على ضرورة بلورة رؤى متقاربة بين الشرق والغرب للوصول إلى الآليات الكافلة بترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم عبر حوار يستهدف مناقشة كافة الموضوعات والتحديات الراهنة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وما زالت إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة تتحدث عن نفسها فبالحديث عن أبرز الجوائز الدولية التي حصل عليها سموه من المنظمات الإقليمية والدولية كان أبرزها في عام 2016 جائزة القيادة المتميزة من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية وجائزة شعلة السلام لأول رئيس وزراء عربي يمنح هذه الجائزة العالمية من جمعية تعزيز السلام برئاسة صاحبة السمو الأمبراطوري الأرشدوق هيرتا مارغريت تكريما وتقديرا لسموه كشخصية عالمية لها دورها البارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين الشعوب العالم ولا ننسى وسامل استحقاق ذو النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة الأولى من عائلة أبسبورغ الملكية ومجلس مدينة هولابيرن بالتأكيد فإن البحرين تعد واحدة من أوائل الدول في العالم التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد من حيث توفير التعليم المجاني وتمكن المرأة والمساواة بين الجنسين والتوسع في الرعاية الاجتماعية وتعزيز مستوى الرعاية الصحية بفضل رؤية الحكومة الرشيدة عشرين ثلاثين التي أكدت كفاءتها وقدرتها على تعزيز صورة أفضل لمملكة البحرين للأجيال القادمة